تتجه البلاد بمؤسستها المختلفة لتحقيق رؤية كويت جديدة بعهدها المتجدد والذي يرسم نظرة الأمل في عيون المواطنين لتعود الكويت في مضمار الرياضة الخارجية من خلال إيجاد حلولاً للملفات المعقدة والتي تعتبر تحدياً أمام الاقتصاد الكويتي في المرحلة المقبلة تحديات كثيرة تواجهها الكويت في المرحلة القادمة لما تحمله من ملفات معقدة عالقة منذ وقت طويل حلها ينعكس إيجابياً بشكل مباشر على اقتصاد البلاد وبشكل غير مباشر على سلوك المستهلكين مشكلة الاقتصاد الكويتي نحن عارفينها بأنها تتمحور بشكل أساسي اللي هو عندنا مصدر دخل واحد وهذا المصدر الدخل الواحد هذا ما نقدر نعتمد عليه هذا من جانب من جانب آخر لازم يصير في عندنا طبعاً اللي هو التنوع في مصادر الدخل الأخرى ودعم القطاعات الأخرى اللي هو القطاع الصياحي القطاع الصناعي القطاع الزراعي هناك قطاعات كثيرة يجب أننا ندعمها بالإضافة إلى أننا عندنا ملفات كثيرة أحدها تضخم الباب الأول النهوض والتطور مرهون بخطط تنموية جادة ملامسة لمعاناة المواطنين بعد ملاحقة أوجه الفساد وإيجاد فرص بديلة فيما يخص التنمية سمعنا عن مشاريع تنمية كثيرة وهناك خطة تنمية موجودة يعني حنا نأمل خير كثير في هذا العهد الجديد اللي حنا تديني نلمس بوادرة مع العهد المتجدد يسود تفاؤل كبير بربح الرهان لا سيما بتضافر الجهود وبدل الغالي والنفيس لتعود الكويت في الريادة الخريجية وسباق في شتى الميادين وهذا ليس بمستحيل على شعب يحب وطنه ويقف صفا واحدا لتذليل العقبات فيصل الجاسم تلفزيون دولة الكويت